صباح الخير عليك يا شرسلي وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا بنبدأ دايما معاك ويومنا في صباح الخير يا مصر يعني ببعض الأخبار الإجابية بنحب نتابع دايما أهم الخطوات وأهم الإنجازات اللي حصلت في بلدنا حيانه مفيش شك أنه السنين اللي فاتت حصل فيها إنجازات كتيرة جدا في غطاعات عديدة لكن يعني في وجهة نظري في قطاع كان عنده تحديات كبيرة جدا هو قطاع الراي التحدي اللي اشتغل عليه هذا القطاع هو تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ده لإنه إحنا عندنا محدودية في الموارد المائية اللي معظمها بتيجي من نهر النيل ده حسب كمان جغرافية مصر إنه كمان مصر تعتبر دولة جافة ده بقى كمان مع زيادة السكان وزيادة الأراضي المستصلحة وزيادة احتياجاتنا من المياه ده غير ندرة المياه وتغير المناخ وما إلى ذلك فبالتالي كان لازم يكون فيه خطة لترشيد الاستخدام والاستفادة من المياه بأقصى قدر ممكن إن إحنا نقدر نتغلب على هذه المشكلة يشاهد بكل تأكيد وعشان كده جمانة الدولة اشتغلت في هذا القطاع قطاع الراي على أكتر من محور المحور الأول وطبعا كلنا شايفينه دلوقتي في كل القرى والمحافظات وهو مشروع إعادة تأهيل الترع ده مشروع قومي هدفه تأهيل حوالي 20 ألف كيلو متر من الترع بتكلفة وصلت لي 80 مليار جنيه تأهيل ده هيحافظ على جودة المياه ومش هيكون فيها حشائش أو مخلفات كمان المياه هتوصل لي نهايات الترع بشكل سلس وسهل وبالتالي هيكون فيه عدالة بين المزارعين في توزيع المياه لأنه قبل كده كانت الأراضي اللي في آخر الزمام كانت بتبور بتبور ليه عشان المياه ما كانت شجمانة بتوصلها في نهايات الترع صحيح هشاز لي ده جانب كمان كان فيه جانب آخر وهو مشروعات التحول لرضام ري الحديث احنا دايما كنا بنسمع على أنه احنا طرق ري عندنا ري بالغمر ده يمكن المصطلح اللي احنا على طول عارفينه لكن دلوقتي ما بقاش في حد بيستخدم هذه الطريقة بقى فيه طرق حديثة كتير جدا بتوفر المياه وفي نفس الوقت بتدي انتاجية أكتر وفيه محافظات كتيرة بالفعل بدأت في التحويل من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلينا نضيف على ده كمان المشروعات الكتير اللي بتعملها الدولة فيه إعادة استخدام المياه اللي هي محطات معالجة المياه مصر دلوقتي بقى فيها أكبر محطة معالجة مياه في العالم وهي محطة بحر البقر ودي بتصرف حوالي 5 مليون و 600 ألف متر مكعب كل يوم الميا دي بيتم استخدامها في زراعة الأراضي اللي بيتم استصلحها في شمال ووسط صينة فبالتالي احنا بنحافظ على مواردنا المائية مش بس كده احنا كمان يا شازلي بنحاول نوجد طرق تانية نقدر نستخدم بيها المياه لأنه احنا بالفعل زي ما نشوف العالم كله بيكلم أنه فيه في وقت هتبقى المياه أغلى من أي شيء دين بكل تأكيد وعشان كده احنا كمان عندنا مشروعات تانية كتير بتحصل في مجال المنشآت المائية زي إنشاء أناطر أسيوت الجديدة وإنشاء مجموعة أناطر ضيروت الجديدة على التارة الإبراهيمية واللي بتعمل على حسين أعمال الري في زمام مليون و 600 ألف فدان موزعين في خمس محافظات وهي أسيوت والمينيا وباني سويف والفيوم ومحافظة الجيزة صحيح طبعا ده جزء حقيقة من مشروعات كتير جدا هنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل في فقرة خاصة هيكون فيها رصد لأهم الإنجازات اللي حصلت في قطاع الري ده طبعا زي ببنقول لحضراتكم لأن احنا لازم نكون وعيين ومدركين ما يحدث في مصر في كل القطاعات وقطاع زي قطاع الري قطاع الزراعة القطاعات دي قطاعات حيوية جدا فلازم نبقى عارفين احنا بنعمل ايه ومشيين ازاي نبقى مستوعبين ما تقوم به الدولة من خطط واستراتيجيات بنسير عليها فعشان كده دايما بنحاول نستعرضها مع حضراتكم ونفندها كمان مع حضراتكم على أي حال بنصبح عليكم وراء تانية صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر